بسم الله الرحمن الرحيم وخليله إمام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحام بيت الله الحرام في هذه البقعة المباركة وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس السابع من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيعين الآخر سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستزدين في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى علما وإيمانا وحبا وصلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن نكون من أوفر أمته حظا هذه الليلة المباركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وقد بشر أمته بقوله عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فيا خير مبعوث إلى خير أمة بذكرك زال الهم وانقشع الكدر عليك صلاة الله في كل لحظة وتسليمه ما هيج الطيف إذ عبر فرب صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد أفضل صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم هذه العبارة في كلام المصنف رحمه الله ذات صلة بما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام وهو نقله لجوام شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن السؤال أيهما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر ولما عرض السؤال على شيخ الإسلام رحمه الله أجاب ببيان ما المقصود بأفضلية ليلة الإسراء قائلا رحمه الله إن أراد أن ليلة الإسراء في كل عام أفضل للأمة من ليلة القدر بمعنى أن يشرع قيامها والدعاء فيها وأن ذلك أفضل مما تفعل أو ما تفعله الأمة ليلة القدر قال فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين قال وهذا أيضا معلوم لأن ليلة الإسراء غير معينة في ليلة بعينها يمكن أن تلتمس أو أن يشرع فيها شيء من الفضائل في العبادات وأنه لم يشرع للأمة تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بخلاف ما شرع في ليلة القدر من الحث على الصيام في يومها والحث على القيام في ليلتها وابتغاء العفو والتماس المغفرة والعتق من النار وأن يغفر للعبد إذا قامها ما تقدم من ذنبه كل ذلك ثبت في ليلة القدر قال هذا إن كان المقصود مشروعية العبادة فيها قال وإن كان المقصود أن ليلة الإسراء حصل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحصل له في غيرها بمعنى أنه أسري به إلى بيت المقدس فأما الأنبياء عليهم السلام وتلك فضيلة ولا شك ثم عُرِج به إلى السماء السابعة فمر بالسماوات سماءً تلوسماء ولقي هناك من لقي من الأنبياء عليهم السلام وتلك فضيلة ثم بلغ سدرة المنتهى المقام الرفيع الذي ما بلغه قبله ملكٌ مقرب ولا نبيٌ مرسل وتلك فضيلة وشرعت هناك الصلوات الخمس وتلك فضيلة قال فهذه أمور لم تحصل إلا في ليلة الإسراء قال فإن كان المقصود أنها ليلة وجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الكرامة والفضيلة ما لم يحصل له في غيرها بغض النظر عما يتعلق بتلك الليلة من العبادات التي لم تشرع قال فهذا صحيح ولكن هل إذا خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام بفضل في مكان ما أو زمان ما هل يكون ذلك المكان أو ذلك الزمان مخصوصا بعبادة في حقنا نحن معشر أمته الجواب لا قال إذن هذا إذا قدرنا أنه قام الدليل على تحديد ليلة الإسراء وأن ذلك يكون من أعظم النعم هنا جاء كلامه رحمه الله بقوله والكلام في مثل هذا في مثل ماذا؟ في مثل المفاضلة بين تلك الأمور العظيمة ليلة الإسراء وليلة القدر الكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور إلى علم بمقدار النعم التي لا تعرف إلا بالوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم فهذا الكلام من المصنف رحمه الله ذو صلة بما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية نعم حسن الله إليكم قال والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء هذا مثال أليس نزول الوحي أول مرة بسورة إقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث والوقائع التي حصلت في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بلى تلك اللحظة التي فتحت فيها أبواب السماء ونزل جبريل عليه السلام أول مرة فمن ثم أصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من الله عز وجل هذه لحظة فارقة ليست في حياته هو عليه الصلاة والسلام فقط بل في حياة البشرية كلها لأنه الآن انبثق النور وجاء الوحي ونزل جبريل عليه السلام ومع ذلك فتلك الليلة التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة إقرأ والمكان العظيم المبجل غار حراء لم يجعل المكان ولا الزمان مخصوصا بفضل فلا غار حراء له فضيلة ولا تشرع زيارته بقصد التعبد وليس أيضا من المعاني المتعلقة بعبادات الإسلام ترتبط بذلك المكان فلا قال أحد كيف يمكن أن ينسى غار حراء ولا ترتبط به صلاة ولا صيام ولا خطوة من المناسك يفعلها الحجاج والمعتمرون ليس هذا مقصودا في الشريعة فهذا مثال على أن الأمر العظيم في ذاته لا يشترط أن ترتبط به فضيلة تتعلق بعبادات أمة الإسلام هذا غار حراء قال فلم يخص الزمان ولا المكان فيه بشيء ومع أنه ابتدئ فيه الوحي وهذه قاعدة إذن ما يمكن لأحد في الأمة أن يقرر شيئا من أحكام العبادات التي يترتب عليها الثواب إلا بوحي إلا بدليل إلا بآية من القرآن أو بحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها عبادة والعبادة لله ولا نعبد الله إلا بما أمر به الله وما دلنا عليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعبادات لا تبنى على الرغبات والأهوار ولا على أيضا مجرد النيات والمقاصد ما لم ترتبط بدليل صحيح يدل على مشروعية العبادة وصفتها أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله إذن هذا نوع من التشبه بأهل الكتاب قالوا مولد عيسى عليه السلام وإذا هو عيد سنوي عندهم يحتفلون به ثم جرهم هذا إلى ما لا ينتهي من المنكرات والفواحش والآثام بحجة الاحتفال أو التعظيم أو الإجلال ليوم ليس له في ميزان التعبد عند الله عز وجل وزن هو يوم ولد فيه عيسى عليه السلام ويوم آخر ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني ذلك أن يكون لذلك اليوم شيء مخصوص تتعبد به الأمة من أجل هذا المعنى قال فيكون هذا من جنس أهل الكتاب عندما يخص الزمان والمكان بعبادات لأجل ارتباطها ببعض الأحداث أو الوقائع العظام قال كما يفعل النصارى في يوم الميلاد ويوم التعميد ونحو ذلك مما يرتبط بنبي الله عيسى عليه السلام أحسن الله عليكم قال وقد رأى عمر بن الخطاب مجموعة يتناوبون مكان يصلون فيه فقال ما هذا فقالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدون أن تنتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأصيل لهذا المعنى الذي قرره العلماء أنه لا يشرع تخصيص المكان أو الزمان لمجرد الارتباط الظاهر ومعنى الارتباط الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في ذلك المكان اتفاقا وصلى فيه لأنه حانت فيه الصلاة لم يقصد المكان لفضيلة فيه بعينه ولو كانت فيه فضيلة لبينه كما قال في وادي العقيق صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له صلي في هذا الوادي المبارك فإذا ثبت هذا بالنص قلنا هو وادي المبارك والصلاة فيه مشروعة لكن باقي الأماكن التي كان يسير فيها من مكة إلى المدينة فتدركه الصلاة فيقف ويصلي أو يبيت في مكان ما أو جاء عرف عليه الصلاة والسلام فوقف وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف جاء مزدلف المشعر الحرام فوقف وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف فلم يقصد موضع قيامه عليه الصلاة والسلام ليكون مخصوصا بذاته دون باقي الأماكن فهذه قاعدة عظيمة وعمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يتحرون مكانا ينزلون فيه للصلاة وأنه صلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عبارته فمن أدركته الصلاة فليصلي إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يعني أن يقصد إلى تخصيص هذه الأمور التي لا يشرع فيها تخصيص بعينه يقابل هذا الموقف وهذا الأثر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ثبت وأثر عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه كان من أشد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرياً للسنة واستمساكاً بها وعضاً عليها بالنواجل وأن أقام حياته رضي الله عنه في كل شؤونه ما استطاع أقامها على سنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة كذلك رضي الله عنهم إلا أن لابن عمر رضي الله عنهما له عليهم في ذلك مزيد عناية وثبت ذلك عنه وعرف من بين جيله رضي الله عنه بذلك التمسك والتحر الشديد فإنه كان يتجاوز مواضع السنن العبادية التي يتعبد فيها باتباع السنة إلى الموافقة فيما عرفه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك والاتباع في كل شيء ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله أو يرغب فيه أو يحث عليه ولذلك شواهد جمّة من مثل قوله رضي الله عنه وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثه الثابت في الصحيحين ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده معنى الحديث أنه لا ينبغي لمسلم أن تمر عليه ليلة أو اثنتان ينام ويمكن أن يكون وهو وصية يكتبها وما كتبها ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال العلماء هذا من أشد التأكيد النبوي على مشروعية واستحباب كتابة الوصية فلو كتبت وصيتك الليلة لن تتركها على حالها حتى تموت وربما تعيش بعد ذلك شهوراً أو سنوات فإذا جد في حياتك جديد كأن تكون استحدثت مالاً أو بعت عقاراً وبيعت واشتريت وكسبت وخسرت دين كتبته فقضيته فتمحوه من الوصية فمن كتب وصية سيتعاهدها بين الحين والحين أليس كذلك؟ ابن عمر رضي الله عنهما لما روى الحديث قال فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي هذا حرص عظيم هذا جهاد في الحياة فقط ليتمسك بسنة ثبتت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو أيضاً الذي ثبت عنه أنه قال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشار إلى باب في مؤخرة مسجده عليه الصلاة والسلام قائلاً لو تركنا هذا الباب للنساء فإن النساء والرجال كانوا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة النساء في مؤخر المسجد والرجال في مقدمه وقد حث عليه الصلاة والسلام على بقاء النساء في مؤخرة المسجد في مثل قوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وكان يتحرى المكث في مسجده بعد السلام من الصلاة ريث ما تخرج النساء يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يشركهن في الأجر وشهود الجماعة مع الحفاظ على خصوصيتهن وعدم مزاحمتهن للرجال أو اجتماعهن معهم عند الباب دخولا أو خروجا ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام مرة وهو جالس مع أصحابه لو تركنا هذا الباب للنساء وأشار إلى باب في مؤخرة مسجده هو الباب المسمى بباب النساء في المسجد النبوي اليوم الواقع خلف باب البقيع وبعد باب جبريل عليه السلام المسمى بباب النساء فقد كان في مؤخرة المسجد ما فعل عليه الصلاة والسلام ولا أمر بذلك إنما أظهر رغبته قال لو تركنا هذا الباب للنساء يقول نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال فما دخل منه بن عمر حتى مات التزم بأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أو يرغب أو يتمنى أن يجعل ذلك الباب مخصصا للنساء فكان منه التزام تام بأن يبقى لا يدخل من ذلك الباب لعلمه برغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك والشواهد في هذا كثيرا حتى قال نافع مولاه وهو من أقرب الناس إليه وأشدهم ملازمة له وحرصا على الاستفادة من علم بن عمر رضي الله عنهما يقول لو رأيت إلى شدة اتباع بن عمر وتمسكه بسونن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريه لقلت هذا مجنون هكذا يقول فهو من شدة التتبع والتحري أصبح يقوم ويقعد ويغدو ويظهر ويصبح ويمسي على تتبع السنن هذا مجنون السنة وأكرم به وأنعم أن يكون هوا قلبه وجنون فكره وعقله مرتبطا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهذا شاهد عظيم وابن عمر رضي الله عنهما صار مضرب المثل في جيل الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأصل الكبير ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وقد علمت شأنه في شدة التحري والاتباع والاستمساك والتقفي لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أحد من علم عنهم أنه إذا أتى في طريق عمرته أو حجه من المدينة إلى مكة ذهابا أو إيابا أنه كان يتحر المنازل التي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيها تحت تلك الشجرة فينزل تحتها يقضي حاجته هناك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته هناك هذا من أي باب؟ هذا من منهج حياة أقامها ابن عمر رضي الله عنهما بتمامها بكل شؤونها صغيرها وكبيرها على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من ابن عمر ليس تخصيصاً لذلك الزمان لاعتقاده بفضل فيه لا وليس تخصيصاً لذلك المكان لأنه يعتقد أن الصلاة فيه أو قضاء الحاجة فيه له مزية خصوصية كلا بل هو من مثل ما سمعت في حياة ابن عمر رضي الله عنهما ذلك المنهاج الكامل الذي تضيء به الحياة لصاحبها ويعيش أسعد حياتي وأجملها وأكملها في ظلال التشبه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكأنه والله وضع نصب عينيه سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحياته ماثلة أمامه فما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئاً إلا يصنع مثله أو يترك شيئاً إلا تركه أو أمر بشيء إلا سبق إليه أو نهى عن شيء إلا كف عنه هذا باختصار هو المراد الذي ينبغي أن يكون لكل مؤمن في الأمة حظ ونصيب منه في نصب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً في حياته معلماً مشرقاً يستنير بضوئه ويستهدي بهداه أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم وحياته صلى الله عليه وسلم أن تكون مرآة نبصر فيها أحوالنا أخلاقنا عقائدنا كل شؤوننا فما كان موافقاً لها أبقيناه وما كان ناقصاً أكملناه وما كان مشدتاً هذبناه أن تكون السنة والسيرة ميزاناً نقف عليه لينظر أحدنا كم وزنه فمنا الثقيل في الميزان ومنا الخفيف والله المستعان لكن هذا إذا علمته لم ينشئ عندك اختلافاً أو تناقضاً بين منهج ابن عمر ومنهج أبيه رضي الله عنهم جميعاً أراد عمر رضي الله عنه أن لا تنحو الأمة نحو منح الاقتصار على التمسك بشيء من الطقوص المجردة والاختخصيص الأماكن والأزمان بشيء يعتقد فيه الفضل ثم يدفع إليه الشيطان لاستنزاف الجهد فيما لا يقرب إلى الله على حساب التقصير في العبادات التي شرعت لذاتها والمقصودة لذاتها فهذا ينبيك عن فقه من هؤلاء الصحب الكبار الكرام رضي الله عنهم جميعاً وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له هذا جواب آخر ينقل عن بعض أهل العلم عند المقارنة بين ليلة الإسراء وليلة القدر أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أفضل وفي حق سائر الأمة تكون ليلة القدر أفضل فإن قيل ليلة القدر حصل فيها مغفرة ما تقدم من الذنب وما يحصل فيها من البركة والعفو والعفو والقبول فيقال ما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكرم وأعلى درجة وأرفع وهو في كل الأحوال بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام حائز أعلى مراتب الفضل والكرامة عند ربه في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قيل فأيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة مضى هذا السؤال ليلة الجمعة الماضية وأن أهل العلم تناقش في التفضيل بين يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم النحر هل يوم عرفة أفضل أم يوم النحر وتقدم بيكم جواب أهل العلم هناك وأن المنهاج الوسط ألا تقول يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة لورود الأدلة فيه أو تقول يوم عرفة بذاته أفضل فسيأتيك التفصيل أنه نمكن أن نجمع بين الجوابين فنقول يوم الجمعة أفضل بالنسبة إلى أيام الأسبوع ويوم عرفة أو يوم النحر أو ليلة القدر أفضل بالنسبة إلى أيام السنة فعندئذ يستقيم الجواب ويبقى لكل من هذه الأيام فضلها التي جاءت بها نصوص الشريعة نعم فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه أيضا حديث تميم بن أوس قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة هكذا قال ابن القيم رحمه الله حديث تميم بن أوس وهو كذلك في عامة نسخ الكتاب زاد المعاد والصواب أنه أوس بن أوس رضي الله عنه وهذا الصحيح في اسمه لكنه لا يملك محقق الكتاب تغيير شيء صحيح في جميع النسخ وإن كان خطأا من حيث الأمر من حيث هو فالصواب في اسمه أوس بن أوس هذان حديثان أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه والثاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة هذا نص ليس شيء من الأيام تطلع عليه الشمس أفضل عند الله من يوم الجمعة وفي الحديث الثاني حديث أوس بن أوس خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة والحديث له تتمة يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة قال فيه صلى الله عليه وسلم في بيان خصائص هذا اليوم فيه خلق آدم وفيه بعث وفيه أدخل الجنة قال ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فهذان حديثان نص في تفضيل يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فهذا جعل أهل العلم يفضلون يوم الجمعة على غيره لصراحة النص فيه نعم أحسن الله إليكم قال قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة إذا كان قد وافق يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة فقد اجتمعت فضيلتان ما هما؟ فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم الجمعة ولهذا يفرح المسلمون في حج العام الذي يوافق فيه الوقوف بعرفة يوم الجمعة لماذا يفرحون؟ لأن الوقوف بعرفة يوم الجمعة يساوي كم حجة؟ سبعين أو ثمانين حجة لا هذا لا يصح وسينبه عليه المصنف بعد قليل لكن فيه فضيلة ولا شك إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فيجتمع فيه الفضائل التي سيذكرها المصنف الآن نعم من وجوه متعددة أحدها اجتماع اليومين الذين هما أفضل الأيام ألم نقل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرف أفضل أيام العام فهنا اجتمع اليومان يوم عرفة ويوم الجمعة نعم الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه والراجح من أقوال أهل العلم في تعيين هذه الساعة التي هي ساعة الإجابة يوم الجمعة الراجح من أقوال أهل العلم أنها آخر ساعة بعد العصر وهي الساعة التي يكون فيها الحجاج وفي عرفة في موقف الدعاء والتضرع والخشوع فيصيبون عظمة الدعاء يوم عرفة وعظمة ساعة الإجابة يوم الجمعة وهو موقف المباهات الجليل الذي يتنزل فيه الرب الكريم مباهاتا بالخلق بأهل الموقف يوم عرفة وسيأتي الآن بعض الأذلة على هذا فلأجل اجتماع ساعة الإجابة مع يوم عرفة وثم في دعائهم كان أيضا من ذلك مزية ثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وقف يوم عرفة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام الرابع أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة يعني في ذلك اليوم الحجاج هم بعرفة والحج عرفة في ذلك الوقت مليون أو اثنين أو ثلاثة مليون مسلم موجودون بعرفة في عبادة الحج في أعظم أركانه يتعبدون الله طيب وباقي الأمة غير هؤلاء المليون والاثنين والثلاثة هم في المساجد والجوامع يؤدون صلاة الجمعة فوافق أن الأمة كلها في ذلك اليوم في عبادة عظيمة لله إما في الوقوف بعرفة إن كانوا حجاجة وإما في الجوامع يشهدون صلاة الجمعة فأصبحت الأمة في ذلك اليوم في أسمى ما تكون وأبهى ما تكون عبودية لله وتقرباً والتماساً لرضاه سبحانه وتعالى فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل أهل يوم الجمعة معروف أنه يوم عيد فكيف يكون يوم عرفة يوم عيد أليس يوم العيد بعده يوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى فكيف يقول يوم عرفة يوم عيد يوم عيد في معناه ألم يثبت النهي أو ألم يقرر الفقهاء كراهية صيام يوم عرفة للحجاج الجواب بلى ما سبب الكراهية لماذا لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة هنا جوابات لأهل العلم الأول أن تقول ليتقوى على الدعاء والعبادة يوم عرفة فإنه لو صام لأضعفه ذلك والجواب الثاني عند بعض أهل العلم لأنه يوم عيد والمسلم لا يصوم يوم العيد يوم العيد من حيث الكرامة والعطاء وسيذكر المصنف الجوابين معا نعم أن يوم الجمعة أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن بعرفة صومه وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة وفي إسناده نظر لأن مهدي بن حرب الجزري ليس بمعروف لأن مهدي بن حرب الجزري هكذا أيضا في جميع أصول كتاب زاد المعاد والصواب الهجري كما في تقريب التهذيب والخلاصة فإن اسمه محرفون هنا هنا واسمه على الصواب مهدي ابن حرب الهجري نعم وفي إسناده نظر لأن مهدي بن حرب الجزري ليس بمعروف وما داره عليه إذا لم يصح الحديث الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة فإذا لم يصح الحديث فمن أين قال العلماء إنه لا يستحب صيام يوم عرفة مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن صائما يوم عرفة نعم ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء هذا قول الخرقي وغيره وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام بن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام من العيدنا أهل الإسلام قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه هكذا يا إخوة كما تقرر مرارا كلام أهل العلم لا يبنى هكذا على أقوال شخصية وآراء ذاتية لما قال يوم عرفة يوم عيد لم يكن هذا اجتهادا قاله هكذا من عنده أو مبالغة في تعظيم يوم عرفة فقال هو عيد ولا بناه على مجرد اجتهادات قال يدل عليه حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام من عيدنا أهل الإسلام فجعل يوم عرفة عيدا فمن ثم صح أن تقول إن النهي انثبت عن صوم يوم عرفة أو عدم استحبابه من معانيه ومن أسبابه وحكمه كونه يوم عيد لأهل الإسلام فإن يوم العيد لا يوصى في شريعة المسلمين ويوم عرفة أحد أيام العيد لأمة الإسلام الحديث الذي سمعتموه أخرجه الأئمة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنساء وأخرجه كذلك أحمد والدانمي وابن حبان والحاكم رحمة الله عليهم جميعا وعندهم وأيام التشريقي يوم عرفة ويوم النحر وأيام من أو أيام التشريقي قال الحافظ بن عبد البر هذا حديث فرد به موسى بن علي عن أبيه ومن فرد به فليس بالقوي وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ قال وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه قوله يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فبالتالي لن يكون لإثبات يوم عرفة طريق يصح به الحديث أجاب عنه الحافظ ابن رجب وكذلك شيخ الإسلام فيما يذكره المصنف الآن هاهنا بعد قليل في بيان معنى كون يوم عرفة عيدا نعم قال المصنف قال شيخنا يقصد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة فقد اتفق عيدان معا السادس أنه موافق ليوم إكمال الله دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة فهذا أيضا وجه تفضيل وخصوصية اليوم عرفة أنه اليوم الذي أنزل الله فيه هذه الآية العظيمة وهي والله وسام شرف للأمة إلى يوم القيامة أن يقول الرب تبارك وتعالى ممتنا علي وعليك وعلى هذه الأمة المباركة يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما أسعدنا والله بين الأمم بهذه الآية ما أسعدنا بكتاب ربنا ما أسعدنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ما أسعدنا بديننا الذي ارتضاه الله عز وجل لنا والسؤال الآن أحق أنت عبد الله وأنت أمة الله نستشعر هذه السعادة والبهجة والغبطة بما حبان الله تعالى به السعادة والفرح والسرور ليست عبارات تقال وشعارات ترفع إنما هو حياة تقام تعبر عن هذا الفرح والسرور أسعد بدينه من فرط فيه أسعد بكتاب ربه المقصر في حقه أسعد بنبيه صلى الله عليه وسلم البعيد عن سنته الجواب لا إنما السعيد حقا الذي أخذ حظه الوافر وشبع وارتوى من هذه المعاري تمسكا بدينه أخذا بكتاب ربه قربا واستمساكا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ذاك هو السعيد حقا الذي إذا رأيته ورأيت حاله مع القرآن وحفاوته بالإسلام وتقلوبه في نعيم السنة لقلت هذا هو السعيد حقا ولهذا لما جاء اليهودي وهو يفهم الآية قال لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ويظن أن أمة الإسلام تغيب عن هذه المعاني وتجهل هذه المواضيع العظام فقال عمر أي آية؟ قال آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فقال عمر رضي الله عنه بلى نعلم اليوم والساعة والمكان نزلت يوم عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة واقف ونحن معه أراد أن يقول له يا عدو الله لسنا جهالا بدينكم كمثلكم معشر اليهود لكننا إذا تمسكنا بديننا عرفنا من أين نمسكه وكيف نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ليس بمشروع لنا أن نجعل يوم عرفة عيدا لنزول الآية فيه أو يوم الجمعة نحتفل فيه بنزول الآية إنما هو الاحتفال الحقيقي بحياة نقيمها على هذا المعنى العظيم من الفرح والسرور والسعادة بما خصنا الله تعالى به نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يوم يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يوم الجمعة فيه المبدأ؟ مبدأ ماذا؟ مبدأ الخلق متى خلق آدم عليه السلام؟ يوم الجمعة مد لي؟ هذا الحديث المذكور آني فانخير يوم انطلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة فيه خلق آدم هذا المبدأ وفيه تقوم الساعة هذا المعاد الذي يرجع فيه العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى نعم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاجتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار ومن نظر في آيات هاتين السورتين أدرك هذا المعنى العظيم في سورة السجدة والإنسان اجتمعت في هذه المعاني الجنة والنار الترغيب والترهيب خلق آدم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم النهاية يقول يتوفاك الملك الموت الذي وكل بكم في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة يشير إلى أصل الخلقة تذكير ويأتي أيضا ذكر يوم القيامة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وذكر النعيم وما أعد الله فيه فاجتمع في السورتين ذكر المبدأ والمعاد والجنة والنار وبداية الخلق والجزاء والحساب ولأجل ذلك أو من معاني ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يقرأ في صلاة الفجر بأصحابه بسورتي ألف لام ميم تنزيل استجدة وهل أتى على الإنسان فانظر إلى المناسبة بين السورتين وما في آياتهما من المعاني وما في يوم الجمعة من ارتباط بتلك المعاني التي اجتملت عليها السورتان الكريمتان نعم أحسن الله أليكم قال وكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو موقف عرفة الموقف الأعظم بين يدي الرب في هذا اليوم بعينه ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين الثامن من ماذا من وجوه فضل يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة نعم الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور لا يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيه على معاص الله عجل الله عقوبته ولم يمهله وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشر فيه عند الله واختيار الله له من بين سائر الأيام ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره نعم هذا أيضا من الفضائد يوم يغلب فيه على أهل الإسلام التقرب إلى الله وإمساك النفس عما حرم الله والانجراء وراء الشهوات أو المعاصي والآثام يقول حتى أهل الفجور والمقصرون والفساق يتهيبون هذا اليوم أكثر من غيره من سائر الأيام وتلك إن ثبتت فهي منقبة وفضيلة للأمة أنها لا يزال فيها بقية خير تعظم ما عظم الله عز وجل التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة في واد أفيح وتنصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد والباقون على كثبان المسك فيزورون ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام فأهل الجنة يشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم الجمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص وفضل ليس لغيره أشار رحمه الله إلى قول الحق سبحانه وتعالى عن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم أعظم وأعلى أنواع النعيم في الجنة رزقنا الله وإياكم تحصيلها قال هذا المزيد الذي يرزقه أهل الجنة إنما يكون يوم الجمعة فإنهم كما ثبت في الحديث اليوم الذي يجتمعون فيه في واد أفيح يعني فسيح الأرجاء لا ليس له حدود في المكان تحد من يكون فيه قال تنصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وتلك بحسب المقامات والدرجات التي يكون فيها أهل الجنة والباقون على كثبان المسكي من لم يكن على المنابر من لم يكن من المتقدمين والسابقين في الجنان فباقي أهل الجنة وليس فيهم وضيع ولا دنيء المنزل يجلسون على كثبان المسك التربة التي يجلسون عليها مسك قال فيرزيرون ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا يقول المصنف رحمه الله ويكون أسرعهم موافاتا يعني حضورا في الوادي ونيلا لذلك الشرف أسرعهم أعجلهم رواحا إلى المسجد يوم الجمعة وأقربهم أقربهم من الإمام فلهذا جاء الحث على التعجيل يوم الجمعة والتبكير إليها والمسابقة إلى الصفوف الأول قال فأهل الجنة يشتاقون إلى يوم المزيد وهو يوم الجمعة قال فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كان ولا شك له مزيد اختصاص وفضل ليس لغيره نعم أحسن الله إليكم التي لا يرد فيها سائلا يسأله خيرا فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته هذا عاشر الوجوه التي أوردها المصنف رحمه الله في تفضيل يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو موقف عرفة وما فيه من الفضل والكرم الإلهي الذي ليس له نظير دنو الرب سبحانه ومباهاته بأهل الموقف ملائكة السماء هذا موقف لا يعرف له نظير في أمة الإسلام بين العباد من أنت عبد الله حتى يباهي بك الله جل جلاله يباهي بك من الملائكة الكراء أولئك الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمره فيأتي العباد في ذلك الموقف ويأتي الحجيج بذنوبهم وخطاياهم وتقصيرهم في جنب الله وتفريطهم في حق الله لكن جاءوا لموقف عظيم يكرمهم فيه الرب سبحانه قال في الحديث فإنه يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء سؤال في سياق الإكرام والإجلال لهؤلاء الخلق أدرج المصنف الحديثين يقول ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم وهما حديثان ما أراد هؤلاء هو رواية عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم أما قوله في الرواية الأخرى قال هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم فهذا الموقف الجليل لئن فرح فيه العبد يوم عرفة بأنه ماض إلى يوم عرفة إلى الوقوف بعرفة إلى أن يطرق باب الكرم أن يتمسك بأذيال الرجاء أن ينال العفو في ذلك الموقف العظيم هذا الموقف بكل ما فيه من فرح المخالق المخلوق بخلق بخالقه فإنه يوم مباهات الخالق بخلقه في ذلك المقام العظيم وهذا لعمر الله ما يكون إلا يوم عرفة لهذه الأدلة التي ثبتت قال ويحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي هي في يوم الجمعة فساعة إجابة لأنها يوم جمعة ودنوه الكريم سبحانه ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم يجتمع الأمران العظيمان في تلك الساعة يوم عرفة قال فيقربون منه بالدعاء والتضرع وقرب الرب في قوله وإنه ليدنوا أن يقربوا من عباده قال نوعان قرب إجابة وقرب خاص من أهل عرفة لما باه بهم الملائكة فذاك والله من أعظم ما يرجوه العباد أسأل الله أن يكرمني وإياكم بحج بيته الحرام والوقوف ذلك الموقف العظيم ونوالي هذا الكرم والفيض الإلهي العميم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة الجمعة على غيرها وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم نعم تم كلام المصن في هذا المعنى ونشرع ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله في فصل من فصول مقدمته التي ما زال يقرر فيها هذه الفوائد الجمعة تم مجلسنا وما زال في ليلتنا ليلة الجمعة بقية باقية للمحبين المستكثرين من صلاتهم وسلامهم على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبلوا بالصلاة والسلام عليه مستنقرين عشرات من صلاة ربكم عليكم بكل صلاة واحدة على نبيكم صلى الله عليه وسلم يا رب صل على نبيك ما بدى نور الصباح وأشرقت آفاق يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق وارزقنا يا رب بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين وألزمنا يا رب محبته والتمسك بسنته والفوز بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين